وزه رئيس الوزراء حيدر العبادي بحل إدارة مطار النجف وتسليم إدارته لسلطة طيران المدني التي ستتولى مهمة إدارته وتشغيله مؤقتا لحين حسم الخلافات مع الشركة المستثمرة ومن ثم تعرض إدارة وتشغيل المطار كفرصة استثمارية على الشركات العالمية المختصرة صينة من جهته أثنى النائب صادق اللبان عن محافظة النجف على القرار الذي وصفه بالخطوة الحقيقية لمحاربة الفسد اليوم قرار رأس مجلس الوزراء بإنهاء إدارة مطار النجف الأشرف كان حقيقة قرارا صائبا وخطوة حقيقية باتجاه محاربة الفساد لذلك نشكر رئيس الوزراء على هذه الخطوة ونتمنى على محافظة النجف أن يتصدى لمهامه ومجلس محافظة النجف أن تتصدى لهذه المهمة بضرورة إنهاء مجلس إدارة المطار وإدخال الرقابة المالية والنزاهة كما طالب رئيس الوزراء وكما أظن الآن ابتدأنا بمحاربة الفساد بشكل جدي ومن أروقة مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر